السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات كامل غالياتي مرحبا وسهلا بكم في قناتي نورتوني الضار داركم اول حاجة دايما في بداية الفيديو نقولكم صلوا وسلموا كامل على رسول الله اليوم راح ينعملوا واحد القط ورائع بحبة بيض وحدة يقطع عنا 40 حبة يجيب بنين بنين يذوب في الفم اكتر من رائع كل واحدة دخلت لهذه القناة انقلها ربي يساعدك يفرح كهنيك ويعطيك هذه الأمنية اللي راي في قلبك ان شاء الله تحطي لي جامل الفيديو اشتراك في القناة ومشاهدة كاملة هذ الشي يساعدني ويفرحني واكيد تعليقاتكم دايما نقولكم بلي نحب نقراهم ونفرح بهم اربي يفرحكم اول حاجة نبدأوا بوصفتنا عندي فيها هنا 150 قرام تعمار غارين ذوك نعطيكم بالملعة قشحة عندي نصف كاس تح سكر عادي اللي هو سكر الحبيبات تبعوا فقط الوصفة ذوك اي مكون ما عندكمش احا نعطيكم البديل تعو عندي اقل من النصف كاس تعزيت يعني النصف يجي شوية للفوق هذا اقل شوية من النصف عندي هنايا كاس الا ربعة عميزينة اللي هي نشا عندي علبة تعيغورت بذوق الكاراميل البنات ستقوني ديروها في هاد الوصفة تعطيكم واحد البنة رائعة وما تخافوش منها عندي هنايا حبة عبيض تكون بدرجة حرارة الغلفة رشة ملح وملعقة صغيرة مع مراملية حتى لافاني اذا كانت عندكم لافاني خيفة ديروه زوج عندي ثلاث ملعق كبار تعكوكو محمص ومرحي ارقيق هذا درتو بالقشور يعطي بنا مع ذيك العلبة على الياغورت يعني ذوق رائع في هاد الوصفة رايحة نبدأ هنا نخلط البنات رايحة نخلط حتى نتحصل على كريمة ضروري اما باليد ولا به هالطريقة بالنسبة لبنات المارغارين بالنسبة للمارغارين يعني شفتو العلبة 250 قرام انتو ما اخوذو شوية اكثر من النصف النصف يجي مية وخمسة وعشرين انا درت مية وخمسة يعني شوية زيادة على النصف ويلا حبيتو بالملعقة ديرو زوج ملاعق ونصف معمرين مليح يعني اعطيتكم بالميزان بالقرام بالملعقة حتى العبر بالعلبة بالنسبة للكوكو تقدرو تعاوضوه يعني بنواة كوكو محمصة كما تقدرو تعاوضوه بالقوفرد ليكم الاختيار تحبو تنحوه عادي نحوه شوفوا لبنت ما زلت نخفق هنايا في المكونات حتى بياضولي وتحصلت على كريمة رائعة نبدأ نجمع بالفارينة عندي الكاس اللول عندي معاه ملعقة صغيرة مع مرام ليحتى خميرة الحلويات عندي الكاس الثاني ونبدأ نجمعها هنا في العجينة انا بالنسبة للمجموع هنا تاع الكيسان تاع الفارينة دالي اربعة كيسان هذا الثالث وضوكو نزيد الرابع حتى متحصلها العجينة تكون طرية اللي بنت هنا ما تيبسوش العجينة خلوها مليحة يعني طرية تكون شابة على بيكم باللي الكوكو والميزينة الفارينة كامن يمتصوا السوائل بكنتوما ديروا حسابكم وما تخلوهاش مطلوقها بزاف يعني مليحة عجينة طرية هكا شابة في اليد ودايما نقول لكم باللي مسوها بيتكم اللي تكون نقية احسن من الاخرى اللي تكون في العجين شوفو هنا بقتلي شوية ونكمل الرابع هاكذا مسيتها بيدي ستها مازالت غير مارغارين وهنا اللي بنت قلت لكم تخرجنا اربعين حبة يعني مكوناتها عفوا بسيطة جدا وتخرج اربعين حبة والبنة ما عندي ما نقول لكم عندكم مناسبة تقدروا تدوها ولا يعني تقدروا تحط هنوا بها يعني بنينا هايلة شوفو انا بريتلكم كيفاش تحصلت على عجينة يا شابة ضروري نغطيها بكيس بلاستيكي وبلكو ما تغطوهاش بش ما تنشفش ونجي هنا يا شوفو البنة تحبو توزنوها وزن سبعة وعشرين حتى ثلاثين قرام انتوما وحجم الحبة اللي تحبوها انا تقريبا يعني ان بعد روحت جربتها الميزان تحى صبتو سبعة وعشرين غرام والا نكمل هنا كامل البنات كيما راكم تشوفو هامليك هنا تقدروا تحسبوهم خرجو لي ربعين حبة كيف كيف نزيد نغطيهم وهنا يا البنات شوفو بديت نخدم بهات الشوكولة هذي شوكولة تعطلي انتوما لا عندكم شوكولة عادية تقدروا تدروها يعني قطعة شوكولة لداخل ثاني تجي بنين انا نحب في الحقيقة هذيك شوكولة كي تكون هكا تاكلوها يعني جي نوعا ما تتقرمش لداخل معارهنا في الصيف يعني تقعد طرية متخافوش منها لداخل هنا درت شوكولة تطلي هذي كيفاش درت لها معلوقت احنا بدا نخدم بهات الطريقة بعد بدلت يعني شوفو حطيتها نقاط درتها في المجمد باش تساعدني ولكن مع السخانة غير تخرجوها راهي رايحها تعاود تاخد درجة حرارة الغرفة وتعاود تولي يعني تنطلق هذيك هنية شوفو زد الحبة الثالثة فقط يعني نفتح في العجينة ها جيت نرفدها ستها خاص ذابت عاودت راح درتها في المجمد باش نورمال وقلت نسهل عليكم يعني الحاجة اللي صعيبة ليا التاني ترى حاجة صعيبة عليكم نحب نعطيكم كامل التفاصيل الى عندكم يعني ما عندكمش عفوان لابوش هذي تقدروا تديروا غير صاشيتاء الحليب هذوك تغسلوه مليح تشلوه تنشفوه تخدموه بها عادي والا هنا اللي بنتاني حطيتها كامل في سنيوه على 180 درجة ندخلها للفرن يكون سخون من قبل بعشر دقايق تتحمر الليميل تحتها على نار متوسيطة نزيد نشعلها من فوق ضروري زي تصفار لي يعني متاخذ لي هذك اللون الذهبي وتكون معانا هنا واجدة سوفوا البنت هايليك طيبتها كامل يعني ما تنفتح ما تخرج ديك الشوكولات ما ولو انا كيما بديت لكم التزيين هنا يا بشوكولات تعطلي كيما رح نكمل لكم التزيين شريت علبة يعني قلت نختم بها كل الشتومة الى كان عندكم هنا المربة تقدروا تديروها في المعجون وبعدديروها في رانوات كوكو أي واحد كما تقدروا تديروها في القوس يعني تقدروا تديروها في الشوكولات وبعدد في الكوفيت 華ية الشيكة يعني التمستثمر ما مجدد بالتزيين ما يتكificar انا ally اضت لكم عدة اختيارات غلي شنا ما تقدروا تديروها في الشوكولا العاجية عادية شوكولا يعني عادية الزفافية semi تزيد الها كمية الحليب حتى unos قيمترية او تديروا بها التزين اراني اعطيتكم يعني شحال من اختيار انتوما كيما تحبوا هنا رايح نكملها كامل بنفس الطريقة فقط لبنات اذا كانت عندكم الشوكولة هذيك اللي زينت بها من فوق شوكولة تطليب اذا كانت عندكم ثقيلة تقدرو تدوبوها شوية في حمام مالي هي في الصيف تجي يعني عادية شوفوا لبنات هنا تحصلت على قط ورائع ساهل بسيط ما فيش طابع ما فيش بزاف مكونات والداخل شوفوك فيش يجي محشية رائع وبحبة بيض فقط يقطع عنا 40 حبة ذو كاجس باش نقسم لكم حبة تشوفوها قدامكم تشوفوها هذيك الطاراوة واللي ما عندها شوكولة تطلي نقدر نعطيكم يعني رابط تاع شوكولة تاع الطلي راني دايرتها في القناة وصفة رائعة وناجحة نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف واللي ما تعرف صندوق الوصف سقول لي عطيني رابط تاع الشوكولة نعطيه لها شوفو البنات كيفش يجي الذوب في الفم ستقوني من ارواع الحلويات اذيك شوكولة لداخل جي مطريتها بنينا من ارواع ما يكون زيني ولي لكم يعني نص الاخر ثانية بش تشوفوه ها نشوفو يعني ذوب في الفم فقط بحبة بيض ستقوني جربوا الوصفة اكثر اكثر من رائعة قربتها لكم هنا بش تشوفوها يعني هكي نقسمها بالموس ما تبنش مليح على انكم كيما تعظوها بالفم وتبن كانت هذه هي خليت لكم بعض صور تلقى بريكم في فيديو وحد اخر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما تنسوش باش تجربوا الوصفة جامل الفيديو اشتراك تعليق السلام عليكم غالياتي اشتركوا في القناة